عصر اليوم الخميس بالمدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينا عثر على الفتاة مريم بوجريو صاحبة الاربعة عشر سنة بعد اختفائها الغامض لستة ايام وافد ان مريم عثر عليها في صحة جيدة وتم تحويلها للمركز الامني بسيدي مبروك للتحقيق معها قبل عرضها على الطب الشرعي وكان حيلابون في قسنطينا اهتز على وقع الاختفاء الغامض للفتاة ما جعل فرضية الاختطاف تطرح بحدة وسارع ولد الطفل مريم لتبليغ الامن بالحادثة قبل ان يتم العثور عليها اليوم سالمة